طيب كابتن إيهب عندنا نقاط أنا وكريم أكيد كتير هنتكلم عن أحرص المرمى ومشاركة مصطفى شبير لأول مرة يعني بعد برضو فترة ما كانش بيشارك فكرة برضو هنا الناشئين وصناعة الناشئ وإزاي ده بيؤثر أو بيديك رؤية لما هو قادم سواء للنوادي أو حتى ليه منتخب مصر بس قبل كل ده أنا عايزة روح أداء برضو ونتكلم بمنتهى الشفافية لأن مبارح إحنا كان ممكن نعمل سكور أحسن من كده الحركة أكيد مش مختلف معايا طيب لو إحنا هنتكلم عندنا 15 أصلا غياب وعندنا لعيبة شاركة لأول مرة ولعيبة أخدت فرصة زي ما كريم قال لأن الحياة فرص وأنت لما تجيلك فرصة تحديدا مع النادي الأهلي لازم تستغلها لو ما استغلتهاش أنت ضيعت على نفسك تاريخ وضيعت على نفسك نجاحات كتيرة جدا مبارح كانت اللعيبة وده الحل كل واحد منهم بيحاول ياخد أو ينتهز الفرصة اللي جات له ولكن في النهاية لما أجي أقايم لأن أنا برضو مش هقول أصلا هم بيلعبوا الأول مرة أنا بقيم لعبتي أنا بقيم عفوا لعيبة النادي الأهلي أنا بقيم النادي الأهلي فمش هبقى لطيفة في تقييمي تمام معلش فكان فيه اهدار للفرص مبارح والتاني مشكلة الفنال أو الفاينل توتش بتاعنا ما زالت قائمة اتكلمنا فيها كتير جدا فبرضو بتشوف ده ازاي بص فيه مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي في الفترات الأخيرة في المنشطة الأخيرة حتى مع اللعبة الدولية الموجودة أو مع اللعبة اللي هي الأساسية بتلعف النادي الأهلي فيه كتير جدا يعني بنشوف كتير جدا تضيع الفرص وده يعني بيبقى صعب على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيجي لك 3-4 فرص لازم يكون فيه متلاتة أو 2 على قل إنما اللي احنا بنشوفه بقالها فترة طويلة أن فيه تضيع فرص كتير جدا وده بيضيع عليك مباريات كتير بزبط يعني مباراة المصري في الدوري تعادلت بعدها مباراة كل ده تضيع الفرص وده ما يصحش بالنسبة للنادي الأهلي ما هو ناتج عن إيه؟ هل ناتج عن عدم تركيز؟ يعني لو حيدنا التوفيق من عدمه لو حيدنا تفصيلة التوفيق تمام الاستمرارية والاستدامة في تضيع الفرص بصها كريم الفرق بينك أنت كمهاجم النادي الأهلي أو خط نص النادي الأهلي أو الناس المهاجمة في النادي الأهلي بتختلف عن المهاجمين في أي نادي تاني لأنك أنت بتلعب في كذا بطولة بطولة الدوري بطولة الكاسكاس عالم أفريقيا كل دوت أنت لازم تكون مميز عن أي فرقة تاني لأنك أنت الفرصة التي ستجي لك ليس ستجي لك تاني والفرصة التي ستجي لك لازم تستغلها ولازم لأنك أنت تلعب في النادي الأهلي وده قدرك أنك تلعب في النادي الأهلي فقدرك أنك تلعب في النادي الأهلي لازم كل فرصة تستغلها يعني يجي لك 4 فرص تجيب 3 أو 2 بالأقل أقل حاجة مش تجيب فرصة واحدة من الأربعة ما ينفعش لأنك أنت ترعب في النادي الأهلي ولازم الناس المسؤولة أو الناس المدربين في النادي الأهلي لازم على مستوى الناشئين أو مستوى الكبار أو أي حد بنتمي للنادي الأهلي يستغل الفرصة دي إنك أنت مهاجم النادي الأهلي زي عماد متعب زمان أو زي كابتن الخطيب يعني فيه لعبة كتير جدا كانت من نص فرصة أو ربع فرصة بيجيب هدف ده مهم جدا وده النادي الأهلي إنما اللي إحنا شايفينه معنا دلوقتي حوالي مثلا 3 أربع شهور بالمباراة النهائية بتاعة أفريقيا تضييع الفرص ده شيء ملحوظ يعني ده ملحوظ جدا فأنا كمشجع النادي الأهلي أو أنتمي للنادي الأهلي ما ينفعش إن أنا أشوف فرقتي بتضيع فرص كتير جدا وممكن تيجي هجم عليها واحدة بس بتيجي جول يعني مع احترام لأي حد إنما النادي الأهلي قدرك إنك إنت أربع فرص يجي لك أو تلت فرص يجي لك لازم تجيب منهم اتنين على الأقل وده مهم جدا بالنسبة لمهاجمين النادي الأهلي وده لازم يكون في الاعتبار ولازم يكون الشغل الفترة الجاية على الأسلوب ده إنك إنت لازم كل فرصة تستغلها وده مهم جدا مهم جدا